لم يكن مستغرباً استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الفيتو ضد القرار الذي أصدره الكونغرس للحد من صلاحيته في القيام بعمل عسكري ضد إيران تشكل حركة ترامب صفعة جديدة للديمقراطيين في مجلس الكونغرس حيث أكاد ترامب على العلن أن حق النقض يأتي بسبب استراتيجية خصومه الرامية إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني المقبل ترامب أيضاً لم يكن بمنأة عن تبعات القرار الذي أحدث شقاقات قليلة داخل الحزب الجمهوري مكنت ديمقراطيين من إصدار قرارهم في آذار الماضي عودة ترامب اليوم للتحكم بدفة الصراع الظاهر مع إيران يطرح عدة أسئلة حول قدرة الرجل بالفعل على الحد من نفوذها أو شن هجمات عليها وهو ما لم يحدث في إيران نفسها بل تحول العراق بشكل أساسي في المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين كان أقصها في كانون الثاني الماضي بقتل قائد فيلق القدسي قاسم سليماني والقيادي بميليشيا الحجد أبو مهد المهدس قرب مطار بغداد وما تبعها من ضربات متفرقة هنا وهناك على الجانب الآخر تبدو إيران متحفزة أيضاً لرد على ترامب لكن شتان الفارقة بين خطابها عندما خرج الرد العسكري مختلفاً عن عواصف التصريحات الكلامية التي أزالت أمريكا من على الخريطة في حين أبقت على خطاب ميليشياتها المهدد لواشنطن بذات الوتيرة عندما تمكنت من السيطرة على القرار السياسي في العراق على حساب أمريكا التي أعطت بنفسها هذا الدور للميليشيات والأحزاب الموالية لإيران عندما حلت الجيش ودمجت تلك الميليشيات فيه في صحة السياسية الأمريكية لا يعرف تماماً وجود قرار جماعي موحد ضد إيران التي كسبت سابقاً بالنقاط على الولايات المتحدة عندما قبل أوباما بالاتفاق النووي بين إيران وأوروبا لكن الظاهر للعيان تماماً أن ترامب يحاول الفوز بولاية رئاسية ثانية عبر ملف إيران وتهديدها لأمريكا ومصالحها بالعالم ولن يتوانى بالفعل عن تحرك آخر ليسجل نقطة جديدة لاستثمارها في الانتخابات ترجمة نانسي قنقر